اشتركوا في القناة يعني ربما يصل الى النيابة منذ قليل او ربما وصل لها بلاغات ضد عدد من المرشحين ممن تجاوزوا سقف الانفاق الانتخابي خبر الاخر ان السيد عمر سليمان سيتقدم بتظلمه خلال المدة المحددة وبيان صدر من حملته ان هم هيقدموا المسندات النقصة مش عارفين يعني ايه المسندات النقصة هل هي توكيلات هل هيقبل منهم ام لا يقبل اعتقد ان احنا محتاجين من العليا للانتخابات رد حول هذا الامر اذا يعني انفراجة سياسية ربما في المشهد السياسي دكتور وحيد بعد يعني اذا ثبت خروج عمر سليمان وخيرة الشطر وحزمه بسماعيل التلاتة دول بس بالزيد هل هذا يحدث انفراجة سياسية في رأيك؟ اعتقد اه يعني يحدث انفراجة سياسية ويجعل المشهد الانتخابي افضل حالا في الوقت نفسي ويجعل الخيارات المتاحة امام الناخبين اكثر وضوحا وتحديدا وربما ايضا يجعل النتائج افضل مما كان محتملا في ظل وجودها طب خلونا نسمع من مرسلنا خالد جمال مرسل مرسلنا من امام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية خالد الوضع عندك ايه؟ يا سيدة الاميس هناك تواجد امني مكسف من قوات الامن المركزي وقوات الشرطة العشرية محاطة باللجمة العليا للانتخابات الرئاسية وهناك عدد قليل جدا من مؤيدين الشيخ حاجم جاءوا هنا ليعبروا عن غضبهم بسبب استبعاد الشيخ حاجم صراعب اسماعيل قاعد صدور قرار المحكمة الادارية في اثبات النجسية والاسمه مصرية طب يعني اذا عدد قليل وليس عدد كبير بالضبط يا سيدة الاميس هو جاءت انباء ان الشيخ حاجم طلب من مؤيديه عدم النزول اليوم الى امام مجرد لجانة العليا للانتخابات الرئاسية والنزول غدا النزول غدا هل عندك معلومة ان هم هيحتشدوا غدا مثلا ولا غير متأكدة هذه المعلومة؟ هذه انباء توطرت انباء من بعض مؤيديه ولكن غير مؤكدة يا سيدة الاميس طيب يعني نتمنى ضبط النفس واعتقد ان الشيخ حاجم يعني رجل حكيم ويستطيع ان هو يكلم يعني مريديه ومؤيديه انه يا جماعة الحاجات ما لابد من يعني التروي كده في التصرف وخاصة ان هناك تظلمات بشكرك خالد جمال مرسلنا من امام اللجنة العليا للانتخابات دكتور فراحات كده قانون العزل بصراحة يعني مالوش لازمة؟ ده مالوش لازمة بالاول بالاول اه طبعا انا رأي انه قانون غير دستوري وانه كان من الممكن الوصول الى نفس النتيجة التي كان يرغب مقدم القانون فيها مع احترام قوالي الدستور لاذا؟irens لان القانون الاول كان نشوف القانون بتعديل قانون النتخابات الخاصة وق بعد كده اتضح ان فيه لا لا كانش فيه بقانون الابساد الحياسات السياسية ده مالوش خالص كان تعديل القانون انتخابات الخاصة المرسوم العسكري بالافساد الحياسات السياسية هم مشروعين وبعد هم مشرووعين المشروع المالة سلطان تعديل في قانون ابساد الحياة السياسية له الغدر سابقا والتاني تعديل في قانون مباشرة مباشرة فكوة لان لم يطرح موضوع empezات ر须aska لانه لا محل لأي تعديل فيه ليس هناك هدفين تشريعين مختلفين عن قانون ابساد الحياة السياسية وبعد ذلك توجه القانون إلى أو قانون مباشرة ليه حديثك مؤترض على هذا التعديل أولا التعديل يعني فيه لفظ استفز الدكتور الكتاتني قاله المستشار محمد عطي وهو المستشار محمد عطي لما كان بيتكلم في الجلسة كان بيتكلم بصفته أو غلبت عليه عقلية القاضي الإداري أكثر من بصفته ممثل للحكومة وراجل كان رئيس الجمعية العمومية للفتوى والتشريع في حاجة نعرفها نحن كرجال قانون وكتب عنها سانهوري مقال مهم في مجلة مجلس الدولة في يناير 52 اسمها الانحراف في استعمال السلطة التشريعية قياسا على مبدأ الانحراف أو عيب الانحراف في استعمال السلطة في القانون الإداري والانحراف في استعمال الحق في القانون المديني الانحراف في استعمال السلطة التشريعية يتحقق بأسباب كثيرة منها عندما يصدر قانون شكله شكل الصياغته أنه قانون عام مجرد ولكن من أعماله التحضيرية يستبين أنه موجه للتعامل مع حالة محددة في وقت محدد لشخص محدد في وقاعة محددة وده اللي قاله الدكتور عطية على ما وده اللي قاله الدكتور عطية وده اللي قاله الأستاذ عصام سلطان عندما قدم مشروع القانون لأول مرة فأفصحا توجهه أن هذا القانون موجه نحو عزل سيد عمر سليمان من الترشح أنا لسه من أنصار سيد عمر سليمان وأدعو الناس إلى عدم انتخابه إنما في قواعد قانونية وقواعد دستورية في دولة الحريات لا يمكن أن أصدر قانونا يخالف نص المادة 28 اللي بتتكلم عن شروط الترشح لمنصب الرئيس الجمهورية وأضع شروطا لم يتضمنها الدستور بأن لا يكون المرشح منتميا إلى من عمله في ظل النظام السابق وفقا لفؤات محددة حددها القانون يخالف مبدأ المساواة أمام القانون يخالف الحق في المشاركة السياسية كل هذه المخالفات في قانون واحد فضلا عن انطواءه على انحراف استخدام السلطة التشرعية وإحنا كنا بنعاني زمان مدى 76 توضعت أيام مبارك عشان توصل جمال مبارك للحكم وقانون الممارسات الاحتكارية أيام أحمد عز اتفصل على أحمد عز كان ممكن نحقق هذا في القانون بحاجة واحدة إن أنا آجي في المادة أربعة من قانون إفساد الحياة السياسية هي بتتكلم عن سلطة النائب العام في التحقيق مع من أفساد الحياة السياسية وأعطي للنائب العام سلطة وقف ممارسة الحقوق السياسية لأحد المتهمين إذا قامت دلائل جدية على أفساد الحياة السياسية وعلى من يدعي أن عمر سليمان أو أحمد شفي أو فلان أو علان أفساد الحياة السياسية أن يتقدم ببلاغ للنائب العام ويطلب استضار قراءة النائب العام مباشرة الحقوق مباشرة حضرتك يبقى برضو انحراف يعني لو صح المنطق ده لا ليس انحرافا ليس انحرافا أنا رجل قانون وأعلم ما أقول ليس انحرافا لأن من حق النائب العام أن يتخذ إجراءات احترازية تفيد أثناء نظر الدعوة زي ما يصدر أمرا بالقبض على المتهم وهو لم يدن هذا المتهم إنه محبوس حتياطية إنه محبوس حتياطية كان من الممكن أن يحدث ذلك ولكن هذا لم يحدث والسؤال بقى لمن تقدمه بمشهور القانون كان قدامهم قانون إفساد الحياة السياسية صدر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ عدة شهور انتوا بتقولوا الناس دول أفساد الحياة السياسية لماذا لم يبادر أحد منهم إلى التقدم بشكوى للنائب العام من أجل تحريك الدعوة الجنائية ضد هؤلاء المتهمين بإفساد الحياة السياسية ولماذا لم تصر تهمة إفساد الحياة السياسية إلا عندما رشحوا أنفسهم في انتخابات الرئاسة عليش فيه هاجة استخدام التشعيع في الصراع السياسي هو السؤال ده بلوش لا لقى موضوع القانون بس هو بلغات مقدمة عند النائب العام ضد عمر سليمان وضد أحمد شفيق ولم يتم تحركها ما فيه بلغات كسيرة موجودة من فترة من أشهر من أشهر خلي حضيرك ترد يا دكتور بس نسمع أعمل عايز نرد طبعا على الموضوع كله هو برضو الناس عندها لابس إحنا يعني أنا واحد من أجلس يعني ده أستاذ أنور حركة امتنعت عن التصويت طبعا لأنه خلينا نتكلم برضو الناس اللي امتنع عن التصويت واللي رفض مش معنى كده أنه هو موافق على أنه رموز النظام السابق نحن معايدون لقم سليمان ومعايدون لأحمد شفيق مبادئ يجب أن احنا بنقول بعد تجربتنا اللي احنا عاشناها وبعد الثورة دي الثورة اللي هي أصلا بتدعو إلى الحريات وحماية الحقوق وإلى آخره ما ينفعش أن أنا أجي وأقول بعد سنة أن أنا بعمل قانون وقانون زي ما تفضل الدكتور نور قانون واضح أنه موجه لشخص بعينه وده لا ينطبق يعني لما ينطبق على عمومية القوانين وتجريدها دي قاعدة القانونية السليمة لأي قانون بيطلع أو تشريع ما ينفعش أعمل كده في الوقت اللي احنا بنرسي فيه قواعد دولة مؤسسات احنا نبقى يعني ناس بندعو للحريات وحماية الحقوق ويعني بنقول ما فيش وصاية على الشعب ولا فيه حجر على الناس بالوقت دقى الوضع إيه؟ احنا عيشنا اشتازل احنا عيشنا تجريبة احنا عيشنا تجريبة انتخابات برلمانية وكان هناك الكل ترشح والناس طلعت اختارة اللي عايزها واحترمنا هذا ومشينا وكان فيه وزراء ومسؤولين من الحزب الوطن سقطه فإذا الناس هي الفايصة هنيجي نقول أصل شرعية ثورية لا احنا النهاردة بنتكلم بعد الاعلان الدستوري وبعد ما البرلمان تشكل بقى فيه شرعية دستورية البرلمان تحدث مرة أخرى عن العودة لشرعية ثورية وشرعية الميدان ما هو احنا ما هي برضو احنا ما ينفعش نختار يعني فيه أوقات معينة نقول شرعية ثورية وفيه أوقات معينة نقول شرعية دستورية الكلام ده لا يستوي أنا في رأيي انه احنا كنا في غينة عن هذا مدام احنا والنهاردة يشاء ربنا ان اللجنة الرئيسية اللي كان بيتم التشكيك فيها تاخد مواقف وقرارات تورينا انه لكان فيه شيء مسبق ولا في حاجة مجهزة ولا حاجة على الكل اللي خالف الشروط استبعدته اوتوماتيك اذا يجب ان احنا نعيد الثقة في قضاطنا وفي اللجنة الرئيسية للانتخابات ويجب ان احنا ندي رسالة لشبابنا ان احنا الشباب اللي راح الشهداء الثورة دي كانوا عايزين يحققوا العدل وعايزين يعملوا بسواة في البلد في مواجهة احمد شفيق فقط بصرف النظر عن احنا مش بالله ما هو أشخاص يعني الموضوع ممكن اخرج فاصل وارجة على ايك تدي لان الكلام دا مش صحيح القانون لا علاقة له بالانتخابات الرئيسية ولا علاقة له بهذا الشخص قانون بيطبق على فئات يصل عددهم الى ماقر من 50 واحد وعلى كل الانتخابات وعلى كل الواع الترشيح والانتخاب لماذا لم يضاف الوزراء لماذا لم يضاف اعضاء لجنة السياسية لان الوزراء كان بينهم وزراء كثير تكنقراط لا علاقة لهم بشيء تكنقراط واللي مش تكنقراط ولم يفسد اخرج فاصل وارجع اعود لدكتور وحيد بعد الفاصل لهذا الجدل السياسي الان ما فيش مشكلة هذا انفعال فيما ترونه حق اخرج فاصل وبعد الفاصل نواصل هذا الحوار ونشوف مرسلنا من امام منزل مرتضى منصور بعد الفاصل اشتركوا في القناة